السلام عليكم ورحمة الله هكذا عضو المجلس الرئاسي للحرية والتغيير التوافق الوطني التوم هجو في برنامج المشهد أن الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية الحالية التي تشهدها البلاد مجددا ضرورة أن يكون الحوار سودانيا سودانيا يبقى شعب السودان حقيقة الشيء الحاصل عليك هذا حاصل عليك من أبنائك والحاصل عليك ده تطور للمرض عمره ستين سنة ما تقعدوا تتفرجوا وأنا بفتكر الآن نحن ضغطين الحوار لكل أبناء السودان نخرج بأثرح فرصة ممكنة ونرد لكم الأمانة دي والدور ده إذا ما مشيتوا اخترتوا غلط ولا انتخبتوا غلط انتوا تجنوا على أنفسكم وفي السياق أكد عدد من المواطنين الذين استطلعتهم كاميرا التلفزيون أكدوا على همية الحوار الشامل بين الأطراف السياسية عدى المؤتمر الوطني وأهمية التوافق الوطني الشامل للخروج بالبلاد من أزمته الحالية باعتبار أن الحوار أغاية للوصول إلى تفاهمات تحقق الاستقرار نحن طبعا تارينا البلد دي تستغر والمظاهرات تقيف والناس تشوفها عائشة نحن لا شغالين ولا قاعدين نشتغل والحياة كل يوم الظروف أسوأ من أسوأ العائشة بيكم والدقيق بيكم والمواصلات بيكم مواصلات أقل حاجة بخمسمائة جنيه مهما أقول للليلة كل يوم مظاهرات وكل يوم مشاكل لنبدأ نمشي للأجداء لازم نتوحد لكل يوم في حوار جادي كم من الحوارات الآن تطلع سائل لكن دعين الحوارات أن الحوار يود البلد لأجداء دعين الحوارات أن الناس يكون حسهم الوطن الناس يكون همهم الوطن همهم المواطن يعني كل العالم وكل الشعوب الناس يتوحدوا ومشت فلنحن دعين نمشي الناس تتنازل كان الحرية والتغيير كان العسكر كان حركات المسلحة كان الحزاب الناس تتنازل تتنازل من الأشياء الخطاء عشان شنو مصلحة المواطن مسكين مصلحة البلد والله عمر البلد ما يمشي قدام واهل مختلفين ولا بلد يمشي لقدام أو يكون فيه أمن وتنمية أول حاجة عشان يكون فيه حوار أنا بوصد جميع السياسيين بأنه لازم الناس تقدم مصلحة الوطن في فك كل شيء والرسالة البوصرة لجميع الأحزاب السياسية والأمنة لجماعين والشعب السودان ما يزول يستلم منصط يستلم كرسي يستلم الضحية للشعب السودان النازل غاتلوا من أجلكم ويكفوا معاكم عملوا سبعة وزمتها أنتوا بقيتوا لأحزاب المسيطرة ووصلا لهذه الاستطلاعات شدد عدد من المواطنين تمسكهم بضرورة أن يكون الحوار سودانيا سودانيا بمشاركة جميع الأطراف تمهيدا لانتقال ديمقراطي يحقق الأمن والاستقرار في البلاد هذا المنطلق ندعو كل الساسة على الوحدة الوطنية ولو ما بيكون في تماسك بين الساسة كمدنيين والعسكريين ما بكون في تقدم نحن ما ننظر للمقاعد بتعطسطة ننظر لدفع أجلة السوداني للأمام نحن في هذا الوطن لقد تعمنا كثيرا منذ فجر الاستغلال أو قبل فجر الاستغلال ما زالت النقب تتجادل وتتحاور في فراغ مظلم لم تجد حلا حتى تخرج بهذه البلاد من هذا النفغ المظلم مئات السنوين ونحن ما زلنا نصارع في كراس السلطة ولا نجد مدخلا لهذا الشعب الذي اكتوى بنار الظلم وبنار الفقر والعوز شعب في وطن يملك خيرات كثيرة لكنها صارت لغيره يجب أن نعيزه من سلكون الشعوب ونحن نملكه من السروات ما يفوقه للعالم ومن حقنا ننتمتع بسرواتنا وبحرياتنا فعليكم اتقوا الله في هذا الشعب اتقوا الله في هذا الشعب اتقوا الله في هذا الشعب البلد فيها خيرات لكن الخيرات اللي فيها دارين الناس يقعدوا يتوافقوا يتوافقوا نعم لكن المظاهرات لا المظاهرات دي يا اخوان هي اللي يدمر بلدنا وفي فعلا منزل البلد اللي يتحت ولسه حتشوفه قدام اذا ما قوة الحرية والتغيير وغيره منع الناس من هذه المظاهرات اعرفوا تماما انه البلد دي لسه حتمشي هاوية ليتحت ولليتحت يشهد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالية الفريق اول محمد حمدان دقلو يوم غد نسبت مراسم توقيع الصلح بين بطون القبائل العربية المسيرية والرزيقات بمحلية جبل مون بولاية غرب دارفور واكد ممثل والي ولاية غرب دارفور محمد زكريا محمد اكتماع ترتيبات غدا برفقة عدد من اعضاء مجلس السيادة وقال ان نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي سيقف خلال الزيارة على التدابير الامنية بالمناطق التي شهدت صراعات قبلية مؤخرا وخطة حكومة الولاية لتأمير وانجاح الموسم الزراعي لهذا العام تأتي هذه الزيارة في تجاه الصلح بين اطراف النزاع في محلية جبل مون وكذلك هذه الزيارة زيارة مهمة جدا ليقف على مسألة تأمين الموسم الزراعي في ولاية غرب دارفور وكذلك الوقوف على جملة من التدابير الامنية في هذه الولايات لعل هذه الولايات عانت كثيرا في تجاه الامن والاستغرار والطمانينة هذا الملف الحمد لله تم حسمه تماما بتوافق من القبيلتين ومن الأسرتين وتم المحمد لله الملف بطراد كاملة من الإدارة الاهلية اللي هو العمراء والشيوخ ورجال الدين والعقد الميدانيين مؤتمرات الصلح وفض النزاعات القبلية خطوة في اتجاه ترتيب الأوضاع الإنسانية والاجتماعية والأمنية بمناطق النزاعات التي شهدتها ولاية أغرب دارفور مؤخرا الصراعات القبلية ظل تمثل عقبة كأود أمام مشروعات التنمية والنهضة بولاية غرب دارفور وهاجس يؤرق السلطات الأمنية مخيمة على فضاءات الطمأنينة والاستقرار المجتمعي أثر سالبة في الأنفس والأرحام بين المكونات المتداخلة والمتعيش منذ أمد بعيد ولأن الحروب والاستراعات لم ولن تأتي إلا بمثل هكذا مشاهد إلا أن إرادة جماعية جازرة مسنودة بجهود حكومية قادرة على تجاوز أسباب الخلاف حد القطيعة بين قبطون القبائل العربية المسيرية والرزيقات بمحلية جبل مون بولاية غرب دارفور خلينا نعمل عمل بتعليقات ناس مسؤولين ناس قيادات للمتمع مادم وصلتوا للوفاق أكيد اتحاورتوا وتنازلتوا واتفقتوا خطرتوا مصلحة حرية قدامكم واتفقتوا عليهم خطوة وصفت بالاتجاه الصحيح لامست رقبة وأشواق المكونات المجتمعية كافة في سلام آمن ومستقر يعيد الحياتها إلى جذب العلاقات الاجتماعية والحمد لله يعني رقبة الطرفين وجدية الطرفين في الوصول لاتفاق بالصلح يحقن الدماء بينهم ويأسس لتعايش واستغرار فيما بينهم وده كان أكبر محفز في أن الطرفين يستمروا بإرادة في تحقيق الهدف ده الأوساط المجتمعية والمهتمين بملفات فض المنازعات يصويبون الأنظار نحو ودينة الجنينة التي اكتمرت بها كافة الترتبات لعقد مؤتمر الصح ما بين بطون القبائل العربية المسيرية والرزاقات يوم غد الرشيد جراء تلفزيون السودان ولاية غرب دارفور الجنينة أعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي دكتور جبريل إبراهيم أن العمل يجري بكل جد لمجابهة تحديات الاقتصاد الوطني وتذليل العقبات أمام النهضة الاقتصادية وجدد الوزير في حديثه لبرنامج مؤتمر إذاع اليوم اهتمام الوزارة بزيادة الانتاج في المجالات المختلفة ودعم شرائح الضعيفة وزيادة أجور العاملين بالدولة تدريجيا بجانب العمل على توظيف أكبر قدر من الشباب وزيادة تمويل برنامج سلعة وتوسيعه ليشمل الولايات كافة وشاريلا أن علاقات السودان بالمجتمع الدولي في كل المجالات تمضي في تحسن ملحوظ وتوقع أن ينعكس ذلك إجابا على الحياة العامة والاقتصاد الوطني أنا التحدي كبير والمسافة بين دخل الفرد والحاجات الحقيقية ومسافة بعيدة جدا نحن كلفنا المجلس العالي للأجور يدرسوا لنا حقيقة أجر الزول بك فيه قدري شنو المسافة كبيرة جدا بين حاجاته الحقيقية وبين أجره ده محتاج الدولة بصورة تدريجية كل سنة بزيد في الأجر وتمشي إلى أن توصلوا حتى تغطي حاجاته الأساسية نحن نتكلم عنه الرفاهية لكن المطلبات الأساسية تكون مغطاة ده بيحتاج لوقت لأن إرادة الدولة حتى الآن ضعيفة بالإرادات الضعيفة ما تستطيع تضاعف المرتبات وتمشي أو تعمل دفع واحدة بحيث أن تكون المرتبات كبيرة جدا ويكون ما عندك موارد تدفع المرتبات لكن هنا أشياء الحريصين عليها أن الزيادة في المرتب تكون زيادة حقيقية ما زيادة تبلع السوق في نفس اليوم ده يظهر أن تضبط سعر الصرف وتتحكم في التضخم بحيث أن الأسعار تكون مستقرة سعر الصرف يكون مستقر وبالتالي أي زيادة في المرتب يكون عنده قيمة حقيقية وعربى وزير المالية عن أمله في توفير الموارد المطلوبة لإنفاذ اتفاق جبا بصورة كاملة لدوره في دعم الاقتصاد الوطني وقال إن ضعف الموارد ووقف التنويل الخارجي أدى إلى عدم إنفاذ اتفاق جبا بالصورة المطلوبة جزء من تعصر تنفيذ اتفاق الزلام وأنه ما في موارد لتنفيذ اتفاق السلام حتى في الترتبات الأمنية حتى في إعادة النازحين واللاجئين حتى في العدالة الانتقالية حتى في إمار المناطق المتضررة وتوفير الخدمات عشان النازل يرجعون دائرين عابار دائرين مصادر مياه دائرين تعليم دائرين صحة ما في كل شيء لكن ما قادرين نوفرها لأن الدولة ما عندها هي مكانات فما صحيح أنه نحن في موارد مطلوقة ويستطيع وزير المالي يتصرف فيها ويحول لتنفيذ اتفاق السلام لكن الناس عرفوا أنه في الموازنة في رقم محدد للسلام أشهدت معظم البيانات خلال جلسة الحوار التفاعلي المعززة التي عقدت بجنيف بمجلس حقوق الإنسان بشأن السودان أشهدت بالخطوات الإيجابية التي اتخذها السودان مؤخراً بشأن حالة حقوق الإنسان وقرى الخبير المعين للسودان أدا مادينغا الذي وقف على أرض الواقع ونائبة مفوضة حقوق الإنسان بالتقدم المحرز في تحسن حالة حقوق الإنسان ورغبة الحكومة الانتقالية المضية قدماً في هذا المسار بما في ذلك عمل لجان التحقيق وجدية الحكومة في احترام سيادة حكم القانون وإجراء المصالحات ويعمل الآليات العدالة والعدالة الانتقالية ووصف مراقبون الجلسة التي ترأس فيها وفد السودان المشارك بل وفد السودان المشارك وزير العدل محمد سعيد الحلو ومشاركة عدد مقدر من الدول والمنظمات المهتمة بقضية حقوق الإنسان في السودان وصفوا الجلسة بالناجحة حيث مثل السودان حضوراً إيجابياً وفاعلاً عكس جدية الحكومة الانتقالية في تحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد هذا وجاءت بيانات المجموعات العربية والإفريقية داعمة للسودان ودعت إلى ضرورة تقديم الدعم التنموي والإنساني للسودان في هذه الفترة ودعوا الأطراف كافة وأصحاب المصلحة للانخراط في الحوار الجاري الذي تسهله الآلية الثلاثية وحتى بعض الدول الأوروبية أعلنت الشرطة عن إصابة حوالي واحد وثلاثين من أفرادها إصابات متفاوتة في التظاهرات التي شهدتها محليات ولاية القرطوم المختلفة أمس الخميس والتي استهدفت خلالها القصر الجمهوري والمجلس التشريعي البرلمان بجانب وفاة المواطن هاشم مرغني محمد إبراهيم ثمانية وعشرين عاماً وفق ما أفادت المعلومات وأكد بيان لشرطة أن قواتها بل أن قواتها اتخذت جميع التدابير اللازمة لتأمين المظاهرات رغم الانحراف عن السلمية المعلنة والاعتداء على القوات التي تعمل على تأمين المناطق الاستراتيجية ومقار الشرطة وجدد بيان الشرطة أن قواتها ورغم ذلك تعاملت معهم بالقوة القانونية المعقولة بتفريقهم عبر الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه وأكدت شرطة اطلاعها بجميع المهام الموكلة لها والتي نص عليها القانون انطلاقا من واجبها المهني والدستوري في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار أنهى السودان وجنوب السودان جولة مباحثات مشتركة ووقع على محضر الاجتماعات الذي نص على تنشيط التعاون في مجال التدريب والمساعدة في التخرط الجيولوجي والتعاون في المجالات كافة ووقع عن الجانب السوداني وزير المعادن محمد بشير أبو نمو فيما وقع عن جنوب السودان وزير التعدين مارتن جاما وقال وزير المعادن محمد أبو نمو أن قيادتي البلدين تعملان على تنسيق الجهود لارتقاء بغطاء ثروة المعدنية وأوضح أن السودان سيعمل على مساعدة أصدقائه وشركائه من جنوب السودان وأعلن أن هذه الجولة ستعقبها برامج للدفع بالتعاون الاقتصادي والفني على مستوى الوزارتين هذا المحضر تم فيه نص كل المطلوبات المطلوبة من الطرفين وبحيث أنه هذه المحضر بتوقيعه أهميته في أنه لقدام سيكون لشغل المشترك بيننا وبين الإخوة في وزارة التعدين في جنوب السودان وهيكون إن شاء الله بشكل دوري هيكون في اجتماعات وفي تشاور وفي زيارات متبادلة مستوى أقل من الوزراء بحيث أنه نصل لنتائج مرضية جدا بحيث أنه لقدام نأسس لعلاقة متينة وعلاقة استراتيجية في المستقبل نحن جينا مع الوفد المرافق لمعالي الوزير بتاع التعدين حكومة جنوب السودان فجينا في محادثات بين الوزارة الأخوة الشقيقة اللي أنا في سودان اللي هو وزارة بتاعة المعادل فكان عندنا سلسلة من الاجتماعات والزيارات وكانت ناجحة وعندها كان ناجحة وهي فريدفول أعلن وزير المعادل محمد بشير ابو نمو أن الدولة عدت خطة متكاملة للترويج عن قطاع المعادل داخليا وخاري ذلك لجذب المستثمرين والشركات العالمية للاستفادة من الثروات المعدنية في البلاد وخلق الشراكات مع العالم وأطلع وزير المعادل السفراء السودانيين المتوجهين إلى محطات عملهم الجديدة عن استراتيجية الوزارة وفرص مربعات الامتياز المطروحة من جانبهم تعهد السفراء بالتنسيق الكامل مع الوزارة لتطوير قطاع المعادل والصناعات الاستخراجية في السودان بالفرص الاستثمارية الموجودة وطلبنا منهم يعني فيروجوا أن هذه الفرص في بلدانهم المختلفة وكانت فرصة طيبة في أنهم برضو أن نأخذ ملاحظاتهم من كل وزيرة لحيدة وعند ذلك برضو نحن ربطناهم حقيقة بالمعانين بالملف لأنه نحن عندنا مسؤولين لكل ملف في المنطقة ومعينة وفي ذات السياق أعلن السفراء استعدادهم الكامل للترويجي لقطاع المعادل ومحاولة جذب أكبر عدد من المستثمرين نحن عدد من السفراء المغادرين للعمل ببعثاتنا بالخارج وتلقينا من معاليه كل النصائح والتوجيهات المتصلة بالترويج للاستثمار في قطاع التعدين باعتباره الآن هو أحد القطاعات الرافعة للاقتصاد السوداني وتعهدنا له بأن نفذل كافة جهودنا لترويج للاستثمار في مجال التعدين وكذلك للعمل للتدريب ورفع القدرات للقطاع العامل في هذا المجال الحيوي كما تم الاتفاق حول إحكام التنسيق بين تلك السفرات ووزارة المعادن حتى يمكن أن يتم تنفيذ المشروعات وتم أيضا كذلك الاتفاق على تفعيل الاتفاقيات السنائية التي تم توقيعها والبرتوكولات التي تم توقيعها كما تم الاتفاق على تشجيع تبادل الزيارات في مجال التعدين اختتمت وزيرة الصناعة المكلفة باتول عباس زيارتها لولاية نهر النيل والتي استمرت يومين وقفت خلالها بمشاركة والي الولاية على سير العمل بمصانع الأسمنت وعقدت الوزيرة لقاءة مشتركة مع إدارة المصانع والاستثمار والصناعة لوضع الحلول والمعالجات اللازمة تجاه مشكلة صناعة الأسمنت بالولاية انحسار وتدني معدلات إنتاج صناعة الأسمنت بنهر النيل حتى وصلت إلى 35% جاءت من أبرز الملفات التي طرحت خلال زيارة وزيرة الصناعة الاتحادية للولاية والتي استخرغت يومين طافت من خلالها على جميع مصانع الأسمنت بالضفتين الغربية وشرقية الولاية دي لو ولاية واعدة لا قدام ولو يعني يركزوا المجهر المجهر لو تركز عليها كده بيكون فيها المخرج الكبير للاقتصاد اللي لنا في السودان الزيارة دي زيارة ناجحة زيارة موفقة نحن نتمنى يعني إن شاء الله الزيارة الجاية يكون ارتفعت الإنتاجية في هذه المصانع من الخمسة وثلاثين في المية للخمسة وسبعين في المية على الأقل لأنه بنفتكر بأنه التنمية يعني في كل السودان المصانع دي ما حكر على نهر النيل بس المصانع دي بيتشتغل لكل ولايات السودان ارتفاع تكاليف معدلات الإنتاج والتزبزب الطير الكهوروباي لعلها تجي من أبلز المشكلات التي تهددوا مستقبل صناعة الأسمنت بالنهر النيل الشيء الذي يتطلب التدخل العاجل من الجهات المختصة لضمان استغرار الصناعة بولاية تتمتع بميزات تفضلية جيدة تجعلها رائدة ومتقدمة في كل المجالات وداعمة بشكل كبير للاقتصاد الوطني تم التداول حول التعاون بين الإدارة العامة للصناعة وولاية نهر النيل ووزارة الصناعة للتحادية وتطرغنا إلى بعض الملفات من الجلود ومن الألبان والاستثمار الدراسات الجدوى الفنية وتطبيق الغانون بدعة تنمية صناعية ورفض الإدارة العامة للصناعة في ولاية نهر النيل بالكوادر وبالتدريب على أساس تكون وزارة مصرفة في الولاية وتهدي عملها بين نفس الصور والوزارة اللغاءات والاتماعات المشتركة مع دوائر الاستثمار والصناعة أكسبت الزيارة أهمية من حيث إحكام حلقات التنسيق والترتيب المحكم ما بين الاتحاد والولاية لتحريك ملفات التدريب والتهيل وتطبيق غانون التنمية الصناعية على مستوى الولاية خالد على أحمد تلفزيون السودان ولاية نهر النيل دعا حاكم إقليم النيل الأزرق الفريق أحمد العمدة بادي لدى وداع الفوج الأول لحجاجي وأمراي الأفواج بأن يتضرعوا للسودان حتى ينعم بالأمن والاستقرار والوصول إلى التوافق السياسي خدمة الحجاج شرف لنا شعار تعهد الجميع من خلال وداع الفوج الأول لحجاجي إقليم النيل الأزرق إنزاله على أرض الواقع بالأراضي مقدسة نحن كأمراء خدام وعضابيثة مهمتنا الأساسية الحج فأنا جيد ما قلت عنه ما في مرتبول هناك كلنا في خدمة عبادة الرحمن من ترتيب وتنصيق وسكن ومعاش ومناسك مسؤولين منا مسؤولية كاملة وبإذن الله تجدونا أمامكم في سواكن وتجدونا أمامكم في المدينة المنورة وفي مكة المكرمة بأن كل الحجاج الذين آتوا للإدارة تلقوا كل التدريبات من حيث الإرشاد النظري والعمل عبر المجسمات لأننا جمعا هدفنا الاستراتيجي في الإدارة العامة للحاج العمراء إن الحاج يحج الحاج الصحيح الاهتمام بضيوف الرحمن رعاية وإرشادا هي الرسالة التي حملتها وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية لأمراء وعضاء البحثة نحن دفعنا بعلماء وخبراء وناس متمرسين في الحج وشيقوا بر إن شاء الله بيقوموا سيقوموا إنه بيسروا الأمر بالشرح لكل الناس بيحتاجوا لمسل هذه المعلومات والخدمات بإذن الله تعالى حكومة إقليم النيل الأزرق قضعت الحجاج بالتحلي بالصبر وأن يتضرعوا للسودان بأن ينعم بالأمن والاستقرار العدد بتاع الحجاج في النيل الأزرق يمكن عدد كان مغدر يعني 360 لكن نطمئ إن شاء الله السنة الجايزة يمكن حجاج هذا الإقليم يمكن الأدد يتفاوق أكثر من كده ونحن برضو يمكن أكدنا لوني إن شاء الله السنة الجايزة حجاج النيل الأزرق لا يمكن السفر يكون قبل مطار الدمازين ولأنها بصدد شغالين في مطار الدمازين فواحد من الوصايا طبعاً يمكن أن نيها وذكرنا له لابد يمكن الحجاج لابد يدول حكومة وحكومة السودان لابد يمكن يكون فيه استغرار يكون فيه توافق سياسي اللهم اجعل السودان وإغليم النيل الأزرق آمناً ومستغرة أدعية حمل لها هؤلاء للعبور بالسودان إلى بر الأمان إصمتها تلفزيون السودان من باحة الحج والعمرة بالدمازين أعلن استشاريه جراحة العظام واستبدال المفاصل دكتور شرف الدين التوم عن مساعي حفيثة لإقامة مخيمة علاجية مجانية لمرضى الكتف وأناشد الخيرين بالدعم اللازم وقال دكتور شرف الدين خلال افتتاحه المخيمة الخيرية المخفض لعمليات استبدال مفصل الكتف بمستشفى شرق النيل أن المخيمة عبارة عن عيادات استشارية تهدف لزيادة الوعي لمرضى مشاكل مفصل الكتف ووسائل العلاج منه وشدد دكتور شرف الدين دعم مثل هذه العمليات لتوطينها داخل السودان نسبة لتكلفتها العالية خارج البلاد وكدى سعيهم لإجرائها وبأسعار مخفضة فضلا عن تدريب الكوادر الطبية وقال المدير العام لمستشفى شرق النيل دكتور عمر هاشم قال إن المستشفى يقدم خدمة اجتماعية بواسطة أيدي مهرة نظمت شرطة ولاية جنوب درفور بالتنسيق مع مستشفى مكة لطب العيون يوما علاجيا مجانيا لمرضى العيون من النازحين بمعسكر السلام بنيالة واقتدافعت عدد كبير من طالب الخدمة لتلقي العلاج المشهد هذا يؤكد أن عدداً كبيراً من النازحين بمعسكر السلام بمعسكر السلام يعانون من الأمراض التي تصيب العيون وهو ما دفع شرطة ولاية جنوب درفور ومستشفى مكة لطب العيون لإقامة يوم علاجي مجاني مفتوح لتقديم الخدمة الطبية للمرضى وهم النازحين يفترشون العرض ويهتفون السماء وهي اليوم العلاج المجاني المفتوح لعلاج مرضى العيون سيالتكم نشير بدور آداء أفراد محور شرطة معسكر السلام لدورهم المتعاذم والفعال وتنسيقهما الجيد مع إدارة المعسكر محافظة عن النظر يكون بالكشف الدوري حتى لو ما شاعر بحاجة تي تكشف عشان لو في حاجة تسهب لك من بدري وأي مرض بسهب في الأول يسهل علاج لكن لما يخلوه يطوله علاجه يزعب شوية لأنه في أمراض وهنا في جنود درفور أو في درفور عموما كثيرة جدا جدا اللي هي الجنكومة المال أسود ولدائرة الاتصال والتنسيق بشرطة الولاية استراتيجيتها الخاصة في الاهتمام بتوفير الخدمات للنازحين بالمعسكرات الخطة الاستراتيجية لهذه الولاية أي مدير شرطة الولاية أن ينتهي الخدمات بكل ضرور به بكل المعسكرات على المستوى الولاية معسكر أغطاش معسكر سريف معسكر كلمة وبحسب شرطة ولاية جنوب درفور فإن تقديم الخدمة العلاجية للناس يعدوا إحدى مداخل الأمن المجتمعي علاوة على مسؤولية الشرطة في حفظ أمن المواطن كل ما نلقى فرصة أنه نقدر نقدم للناس في أي مجال مش مجال العيون بس في مجالات تانية والحمد لله نستغل علاقاتنا ونقدم للناس الخدمة تجيب لحد عندهم ونقوم بذلك ساهمنا مع هلنا مسامحة حقيقية وإحنا قريبين منهم ومعاهم وبيهم إن شاء الله كل مطلوبات إن شاء الله نحملها ونأخذها بتخص الولاية من الديها للسيد الوالي وبتخصها نحن نقول وشهد اليوم العلجي المجاني للنازحين بمعسكر السلام توفير الخدمة الطبية للمرضى من حيث مقابلة الطبيب كشف النظر وتوفير الأدوية على فضل الملعب في التلفزيون سودان جنوب دارفور اختتمت بمعسكر عطاش للنازحين بنيالا الورشة التدريبية التي تهدف لتطوير المرأة داخل معسكرات النازحين وإكسابها المهارات التي تمكنها من دخول سوق العمل وتحسين وضعها المعيشي ووقف والي جنوب دارفور المكلف حامد التجاني هنون على المهارات التي اكتسبتها المرأة بمعسكر عطاش من خلال المعرض الخاص بالمنتوجات ما يؤكد استفادة الدارسات من الورشة مؤكدا حرص حكومة الولاية على تطوير مثل هذه الأنشطة لما لها من أهمية في تطوير قدرات المرأة اطلقت بولاية شمال كردوفان الدورة التدريبية التي نظمتها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع مشروع بناء القدرات وقالت مدير رعاية الاجتماعية بالولاية عفاف بانجا ان المشروع ممول من البنك الافريقي ويهدف إلى محاربة الفقر والاهتمام بتدريب المجتمعات على سبل كسب العيش في مجال تطوير قدرات الشباب وربطهم ببرامج التلمذة الصناعية نحن في اتجاه لأنه يكون التلمذة الصناعية هي الرائضة لأن تمليك الحرف والمهن يعني له اهمية كبيرة جدا جدا في المجتمعات ولذلك قمنا بتدريب كل الحرفيين والمهنيين في كافة انواع الاشياء اللي بتتعلق بعملهم بنستهدف فيه عدد مئة وستين حرفي في ثلاثة تخصصات مختلفة هي المكانيكا والحدادة والنجارة وهؤلاء الاخوة الحرفيين بيستوعبوا لنا عدد ستمية تلميذ في هذه التخصصات الثلاثة في السبع محليات هي نحن حقيقة نشتغل في عواصم السبع محليات المستهدف في المشروع فمستهدفين هؤلاء الحرفيين بعدد من الدورات التدريبية لبناء قدراتهم ده بجانب احنا استطعنا انه نوفر لهؤلاء الاخوة عدد من المعينات ومواصلة لعرض احداث اليوم الان اتقل بكم مباشرة الى النشرة الاقتصادية زميل محمد مرقاني مرحبا السلام الخير السلام عليكم اكد اكد وزير الثروة الحيوانية حافظ ابراهيم عبدالنبي خلال زيارته التفقدية لولاية النيل الابيض اهتمام الوزارة بتنمية القطيع السوداني واستقطاب رؤوس الاموال الوطنية للاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية ضمن جولاته التفقدية لعدد من ولايات البلاد للاطمئنان على القطيع السوداني قام وزير الثروة الحيوانية بزيارة لولاية النيل الابيض وغفى من خلالها على مستوى الخدمات المقدمة لقطاع الثروة الحيوانية ايه ولايات النيل الابيض من الولايات فيها مقومات كبيرة جدا خاصة في الثروة الحيوانية يعني عندها قطيع كبير جدا من الثروة الحيوانية فوق 20 مليون راس وقطاع بتال ثروة سمكية كبير تمتد في طور 529 كيلو نحن هنا كولاية حدودية خاصة مع دولة جنوب السودان فذلك يتطلب وجود خدمات بيطرية جيدة ومكسفة في نغاط الرغابة خاصة الحدودية منها مثل جودة الجبلين وكيلو عشر السلام حكومة ولاية النيل الابيض اكدت اهتمامها بتهيئة المسارات للرعاة والاهتمام بصحة الحيوان من اجل تحسين صادر الثروة الحيوانية نحن بالنسبة لنا السروة الحيوانية في ولاية النيل الابيض يعني من اهم المغومات الاقتصادية حتى الاجتماعية والثقافية لارتباط انسان النيل الابيض بالسروة الحيوانية يبقى يعني الكلام عن السروة الحيوانية والزراعة اصلا هو لا ينفصل اطلاقا يمكن حتى الناس المؤتمين بالسروة الحيوانية هم اساسا مزارعين وتعول الدولة كثيرا على ولاية النيل الابيض بوصفها ولاية تمتلك ثروة حيوانية كبيرة تسهم في دمع عجلة الاقتصاد الوطني حقيقة ممكن نكون هذا القطاع قطاع الثروة الحيوانية من القطاعات الاقتصادية المهمة التي ترفض الدولة السودانية بنسبة تزيد عن 25% من الداخل الغوم وهذه السروة الكبيرة ممكن يكون المورض الاقتصادي إذا ما عالجنا المشاكل والتحديات أفتكر أنه برضو حيظل قطاع تغليدي كما في السابق ويتوقع لزيارة وزير ثروة الحيوانية لولاية النيل الأبيض أن تحدث نقلة نوعية لقطاع الثروة الحيوانية بالولاية من خلال استقطاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية لإنشاء مسالخ للحوم بالولاية محاسين إبراهيم حمد تلفزيون السودان ولاية النيل الأبيض دشنا والشمالية المكلف الباقر أحمد علي تجربة زراعة وحصاد محصول القمح الصيفي بمزرعة معوي الحداد بمشروع السليم وأكاد دعم حكومة الولاية لتوسيع تجربة لزيادة المخزون الاستراتيجي للقمح بالولاية والسودان يذكر أن مشروع معوي الحداد يقوم سنويا بزراعة القمح عقب حصاد محصول الفول في مارس ليتم محصد القمح للمرة الثانية في يونيو زراعة هذه الأرض بالفول المصري تم تدويرها لزراعة الغمح وهو الآن أمام ناظرين نحن حقيقة نشيد بهذا المزارع الهمام ومعاوي الحداد بهذه التجربة الرائدة وبإذن الله سبحانه وتعالى نحن في شخصه هنكرم كل مزارع مجتهد بإذن الله سبحانه وتعالى لهذه التجربة الرائدة هذه المزارع الكبيرة التي نراها بعيننا ونرى الحصادة تحصط في محصول القمح الذي تم زراعاته في 15-3 ونحن الآن في شهر منتصف شهر 6 أنا أفتكد تجربة رائدة يجبت رعايتها من أخواننا في البحوث الزراعية أخواننا في ودارة الإنتاج والمواردة الاقتصادية وأخواننا في الولاية أكد مدير عام هيئة الطرق والجسور المهندس مختار عمر صابر أن الهيئة وضعت خطة استراتيجية لمعالجة الأثار السالبة جراء تصريف مياه الأمطار ودعا خلال مؤتمر صحفي عقده بمواني وزارة البنى التحتية والمواصلات بولاية الخرطوم دعا المواطنين للتعاون في تنظيف مصارف المياه وضبط المخالفات وتنظيم الشوارع داخل المدن من خلال منع رمج الأوساخ والأنقاض داخل المصارف من جانبه أبان مدير عام مشاريع الطرق والجسور المهندس دياني عقوب أن هناك مشاكل تواجه الهيئة وجدد التأكيد على تنسيق مع المحليات لمواجهة أثار الخريف والحمد لله الناس بدأت الشغل بتاع الخريف ده مبكر احنا انتهى الخريف ودورنا طوالي شغل الخريف بالذات في المصبات والخيران والأودية والآن شغالين في التطهير وشغالين بنشيد في مصارف ما كثير يعني وبرضو شغالين في جسور والغرية يعني لبعض الغرية في بعض المشاكل كانين نواجهة في الخريف إنه كثير من الناس بيمنوا في المصبات اللمطار وابني في الوديان بتحسن مشاكل بتاعت كسير وخدا والناس بتتأثر يعني وكذلك برضو في السعالة الفيضة السعالة الفيضة برضو تلقى عدد كبير جدا يعني تلقى الترس معمود تلقى في ذو الجبن بين الموية والترس يلقى نفسه داخل الموية فده أنا ما بقدر أعمله حاجة أكثر منه لا يمرق هو بنفسه ولا المطلب تهدمه حتى لو مرك هو بأولاده ومتلكاته المبنى يكون قاعد تيجي المطار لسيول بترميه أكد مدير الجهاز شؤون المغتربين مساعي الجهاز وحكومة الشمال كردفان لتوفير الخدمات الأساسية للمغتربين من أبناء الولاية ووقف الأمين العام لحكومة ولاية شمال كردفان آدم الطيب نور المدينة برفقة مدير جهاز شؤون المغتربين على موقع المدينة لإدخال الخدمات الأساسية خاصة شبكة المياه والكهرباء الآن غرض من الزيارة هو دخول الخدمات الأساسية من كهرباء وموية لهذه المدينة حتى تمكن أخوان المغتربين من الملاك من البناء في شكل جماعي موحد في إطار تنصيغ الجهود من أجل تقديم خدمة لهؤلاء الملاك ونحن الآن في إطار الدراسة لعدد من الشركات في مجال المشروعات للمياه والكهرباء بحمد الله سبحانه وتعالى المساعي جارية لإدخال الخدمات والكهرباء والماء وإذا دخلت الخدمات بإذن الله سبحانه وتعالى سيعمر هذا الحي وستعمر هذه المدينة طريبين قدموا الكثير للسودان وقدموا الكثير لولاية شمال كردفان وقدموا الكثير لأسرهم ولأهليهم وبالتالي لا بد من رد الجميل وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان وإن شاء الله الجهود مستمرة لتوصيل الخدمات من الماء ومن الكهرباء وغيرها وصل بنك السودان المركزي تلبيته لكل الطلبات التي تقدمت بها المصارف لمقابلة احتياجات عملائها من النقد الأجنبية الأمر الذي أدى إلى استقرار ملحوظ في سعر الصرف اشتركوا في القناة سجلت سجلت أسعار المحاصيل في برصة الغدارف في تعاملات اليوم استقراراً ملحوظاً غطى معظم الحبوب الغذائية وسجلت أسعار الدخن انخفاضاً بلغ نحو ألف جنيه للأردب موسيقى سجلت أسعار النفط أكثر من مائة وعشر دولار للبرميل عند التسوية للعقود الأجلة لخام القياس العالمي برينت وسجلت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسطى الأمريكي أكثر من مائة وعشرة دولارات للبرميل ترجمة نانسي قنقر انتهت جولتنا الاقتصادية لليوم ترجمة نانسي قنقر